اشتركوا في القناة اذا الاطراف العليا تقسم الى خمس مناطق رئيسية اول منطقة هي الشولدر الكتف وتضم عظمين رئيسيين الكلافيكل والاسكابيولا الكلافيكل هو عظم الترقوة والاسكابيولا هو عظم لوح الكتف المنطقة الثانية هي الارم الذراع والارم هي الجزء اللي بين الشولدر والالبو يعني ما يصر اقول عن كل الاطراف العليا هي ارم وانما الان بالتشريح هو الجزء الثاني ليقع ما بين الشولدر والالبو فقط هذا الجزء ويحتوي على عظم واحد اللي هو الهيومرس عظم العضد المنطقة الثاثة اللي هي الفورام اللي هي الساعد واللي هي هذه المنطقة واللي يتيجي بعد الار وتحتوي على عظمين الرادياس والالنة المنطقة الرابعة هي الريست الرسغ والضم عظام الكاربولز والمنطقة الخامسة هي الهاند والضم عظام الميتا كاربول اللي تيجي بعد الكاربول والفالانجيز اللي هي السلاميات الاصالع وقسم يقسمون الاطراف العليا الى اربع مناطق وليس خمسة بحيث يعتبرون الريست من ضمن الهاند فيقولون shoulder arm forearm hand فيحنا رح نجي رح ناخذ كل منطقة على حدة ندرس العظام اللي بيها ونوصف شكل هذه العظام وبعدين ندرس joint المفاصل اللي تتشكل بين هذه العظام وبعدين ندرس العضلات الموجودة في كل منطقة من هذه المناطق